لو انت محتار انك تختار اسم دومين ففي اضافة اقدمها لك في الحلقة دي مجانية وتشتغل بالزكاء الاصطناعي هتعمل لك توليد لميت فكرة لاسم دومين هتعمل لك افكار لاسامي دومينات تختار منها وحدة وبعد ما تختار الوحدة دي هتروح على الموقع التاني اللي هنقدمه في الحلقة دي برضو اللي هو هيقول لك افضل شركة تشتري منها الدومين وباقل سعر كمان قبل ما نخش في التفاصيل الكاملة للفيديو حابب بس افكر حبابنا المشتركين في قناة الصباغ للمعلوميات المحتوى الهادف يا جماعة بيموت بالمشاهدة الصمتة لازم ان اعجاب بالفيديو وتعليق علشان يوصل لأكبر عدد من الناس وغيرك استفاد زمان انت ما استفاد نبدأ بقى يا جماعة نخش في التفاصيل على طول عشان ما ضيعش وقت الفيديو انت هتخش على شاتج بتاعت كده هتلاقي الاضافة الجميلة دي سابها لك في الوصف تحت الفيديو هتخش عليها زهرة قدامك بالشكل ده هتلاقي كلمة تثبيت هنا هتعملها تثبيت وبعد كده هتفتح شاتج بتيل عادي بتاعك هتلاقي الاضافة اللي زهرة قدامك دي بتختارها ازاي وبتجيبها ازاي هتروح كده على كلمة من هنا كده من الاختيارات اللي زهرة قدامك دي وبعد كده هتنزل تحت خالص هتدور على الاضافة اللي هي اختارها وبعد كده هيبدأ يقول لك ادين الكلمة المفتاحية في الجزء ده اللي انت عاوز يكون عليها الدومينات بتاعك انا بالنسبة لها اختار الكلمة دي هتدي له الكلمة دي وهبدأ ادي له انتر عشان اشوف هيبدأ يولد لأفكار دومينات عاملة ازاي اللي زهر قدامك دلوقتي دي اسامة دومينات هي تخص مجالك وتخص الكلمة المفتاحية بشكل كبير جدا وهي الافضل بالنسبة للدومينات هنختار منها واحد بس ونروح نشوفه في الموقع التاني شايف هو دلوقتي داخل في التمانية وخمسين وبدأ يكمل كمان هيوصل لحد مية فكرة الاضافة رائعة جدا يا جماعة هيفضل يكمل لحد مية فكرة يدها لك تختار ما بينهم واحد اكيد الناس المحتارة في انها هتختار اسم دومين مش هتحتار دلوقتي ده اخر ده كده وصل لحد مية هو ادها لك مية فكرة اسم دومين الاقتراحات دلوقتي كلها بقت قدامك لابد انك تختار واحد منهم عشان تبدأ تشتريه لو افترضنا ان انا خلاص اخترت الاختيار ده هاخد هعلم عليه كده وانسخه وابدأ هروح دلوقتي على الموقع اللي قدامنا دلوقتي الموقع ده اللي هيبدأ يساعدنا في الخدمة دي يدي لك افضل شركة بافضل سعر هبدأ هنا احط الكلمة لوحدها واضغط انتر كده شايف هو بيعمل ايه بدأ يجيب لك اسامي الدومينات دوتكم متاخد في الدومين ده ودوت ارج متاخد برضو بيقول لك انك عندك دوت نت وانفو وبقية الدومينات دي كلها مش بتاخدها تقدر تاخدها ولو حبيت تاخد دوت نت ايه اللي هيحصل هتاخده ب 11 دولار هنا وده افضل سعر في الشركات اللي هو قدمها لك وهنا لما تيجي تبص هنا كده هتلاقي برضو جايب لك نمشيب وجايب لك برضو كل الشركات اللي بتقدم لك الدومين ده والسعر جنب منه وكمان في المركز الاول او الجزء اللي ظهر قدامنا دول افضل سعرا واللي بعد منهم اللي بعد منهم اقل واللي بعد منهم اقل يعني ده الافضل اللي ظهر قدامنا ده لو انت عاوز تعرف تفاصيل عن دوت نت مع انت دلوقتي هتاخد الدومين ده دوت نت لانه مش متاح دوت كوم مش متاح دوت ارج هضغط على مور كده علشان هقدر اشوف التفاصيل الباقي بدأ يدي لك فعلا الشركة اللي انت ممكن تشتري منها الدومينات الشركة دي بيقول لك هتدهو لك ب 11 دولار خمسة واربعين سنت وبيقول لك التقييم بتاعها كويس جدا وممتاز خلاص ده دي معلومة تقدر تعرفها طيب انا عاوز بقى اشوف حاجة تانية او اسم تاني نجرب مع بعض كده اسم تاني خلينا نجرب الاسم ده كده مسلا ولو حبيت انك تحط بقى دوت كوم فانت بتحدد لو بتقول لنا مش عاوز غير البيانات اللي تخص دوت كوم بس هضغط هنا كده واضغط انتر برضو هنا بيقول لي دوت كوم متاخد بالدومين ده خليني اخد مسلا دومين بدوت كوم كامل ويعني عاوز اشرح لك الحتة بتاعت انك لما تيجي تدي له الدومين كامل هو هيزهر لك نتائج دوت كوم بس هنا بقى ايه اللي حاصل بيقول لك هنا عندك في الجزء ده باربع دولار تسعة وتسعين سنت على جدادي الدومين اللي انت حطته ده دوت كوم موجود ومتاح تقدر تاخده ما فيش مشكلة لو ما احنا دي كده ضغطنا انتر فعلا هو موجود اهو بيقول لك تقدر تاخده على جدادي باربعة دولار تسعة وتسعين سنت وبيقول لك على نمشي بتقدر تاخده بخمسة دولار وعلى زد دوت كوم بتقدر تاخده كام بتمانية دولار فالافضل هو جدادي والقايمة اللي ظهر دي زي ما شرحنا قبل كده هي افضل سعر ولما تيجي تضغط على مور كده عشان تعرف تصنيف جدادي عندهم قد ايه هم جدادي هنا الناس مش حبها او بيديها تصنيف اقل الشركة دي اللي هي زد دوت كوم دي وقت ده تصنيف اعلى برضو ما عندناش مشكلة ان يمشي برضو حلوة في شركات تانية وتقدم لك الخدمات برضو جميلة جدا منها الشركة دي برضو وقت تصنيف عالي جدا بس سعرها اغلى من جدادي جدادي اربعة دولار هنا تسعة دولار فانت كده عرفت طبيعة عمل الموقع وطريقة تشغيله يا جماعة بس انت بقى حتة المهمة اللي انا عاوز اه اوضحها لك لما تيجي تشتغل وكمان في حاجة مهمة برضو بيوضحها لك يا جماعة خلي بالكم هنا النقل سعر النقل قد ايه بص هنا سعر التجديد اهو ده سعر التجديد انت هتشتريبه اربعة دولار السنة الجاية هتجدده باحداشر هنا في الشركة دي مسلا انت اشتريته بتسعة السنة الجاية هتجدده بتسعة فهمت قصدي هنا هنا النقل النقل هنا هو ظهر قدامك لو حبيت انقلو من الشركة دي للشركة تانية فالسعر هيكون كده فخلينا بقى نرجع لموضوعنا تاني اللي هو الاساسي بتكتب الكلمة المفتاحية زي ما هو ظهر قدامك كده وبتضغط انتر بيبدأ يظهر لك كل البيانات الخاصة بالدومين وكمان بيكترح عليك انك تاخد دوت نت دوت ارج آآ انفو آآ امي ايه المهم في الاخر بيقول لك ان هنا في الدومين ده دوت كوم متاخد مش هينفع انت تاخده هو بيقول لك اقل سعر دلوقتي في الدومين ده على دوت كوم هو جدادي وده اللي تحت منه على طول مباشرة وده في الجزء التاني او الرقم اتنين ورقم تلاتة بالشكل القدامة ترتيب الشركات على حسب السعر. الاضافة بقى يا جماعة اجيبها ازاي? واشتغل عليها ازاي? برضو هشرح حالك من الاول عشان ما اتطهش معاي. لما باجي اعمل كده. واروح على اول حاجة من هنا الاختيارات دي هو طبيعي بيكون على الاختيار الاولاني ده. اللي هو اول. انت بتختار سيو. اخترت انزل بقى بالراحة كده لتحت. وهتلاقي كلمة ماشي. او اضغط عليها. وابدأ ادي له الكلمة المفتاحية اللي انت قصدها. وابدأ امسح منها طبعا دوت كوم وكلام ده كله احط الكلمة بس. ودي له انتر. هيبدأ يولد لك افكار والافكار اللي هدها لك دي عبارة عن مية فكرة. تختار واحدة منهم. وتبدأ تشوفها على الموقع اللي احنا شفناها من شوية. الاضافة سهلة جدا ومجانية مية في المية وبسيطة. وتثبيت الاضافة اللي هتركب على آآ كلنا طبعا يا جماعة عندنا الموقع او الموقع ومشتركين عليه. الناس اللي هي مش عندها اشتراك في فسهل جدا انك تخوش تبحث على يوتيوب دلوقتي هتلاقي افكار جديدة فيديوهات كتيرة جدا تورك ازاي تشترك في الدول الغير مدعومة او الدول العربية. لان في معظم الدول العربية مش مدعومة من خلال شارجي بيتي. الحلقة دي يا جماعة احنا قدمناها علشان الناس اللي بيبقى عندها حيرة شوية في اختيار اسم الدومين. عاوز تعرف احسن شركة بتقدم لك آآ الدومين بافضل سعر. ما بتحترش كتير في انك انك تلف وتدور حوالين انك تجيب دومين باسم معين او افضل شركة للشراء. اتمنى الخير والتوافق للجميع وفي النهاية اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.